من جانبه أشهد وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس كروستو ديليدس بما يجمع مملكة البحرين وجمهورية قبرص من علاقات تاريخية وطيدة مؤكداً مواصلة العمل البناء لتوسيع وتعميق العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إنه لمن دواعي سرور حقنا نزور المنامة مرة أخرى عن أقابل زميل الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني تجمع بين قبرص والبحرين علاقات صداقة وثيقة تاريخياً فهما جزيرتان تشكلان جزءاً من منطقة واعدة أجرينا اليوم مناقشة شاملة حول العلاقات الثنائية وإمكانية توسيعها وتعميقها بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبحرين وعلى الصعيد الثنائي وقعنا اليوم اتفاقية الإعفاء من تأشيرات الخدمة الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة كما قررنا أن نعزز التعاون في عدد من المجالات بما في ذلك التعاون بين أكاديمياتنا الدبلوماسية فضلاً عن عقد المشاورات السياسية وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية وأنئ البحرين على اتفاقيات إبراهيم التاريخية التي تعتبر محفزة على التغيير الذي تشهده منطقتها ناقشنا السبل التي يمكن للبحرين أن تنضم من خلالها إلى أليات التعاون الثلاثي قبرص واليونان ودول أخرى في المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وإسرائيل وفلسطين إن قبرص كدولة في المنطقة وعضو في الاتحاد الأوروبي مصرة على أهمية المشاركة الإيجابية للاتحاد الأوروبي في المنطقة أنوي دعوة الدكتور عبداللطيف من راشد الزياني لتناول إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبحرين تبدل قبرص جهوداً مستمرة لتقديم منظور المناطق في بروكسل وستواصل القيامة بذلك ترجمة نانسي قنقر